الكلام صفة المتكلم أنت كما تقول يا في كلام وتصاريح تشعل الهمم في نفس الناس واللاعبين والجماهير وفي تصاريح والله تستغربها تقول يا ربي يعني شنو العقلية اللي فيهم شنو العقلية أي ثقافة يملكونها هؤلاء الناس شوف الفرق بين الصالح لاعب شوف شوف يعني يدل على مكانته يدل على ثقته في نفسه يدل على اخلاصه وحبه وما يعرف اليأس ما يعرف يعشق التحدي شوف اللاعب لما يصرح يقول تصريح تاريخي تاريخي أشعل الهمم أشعل الهمم في نفوس اللاعبين والجماهير وأشعل الحماس في نفوس الجماهير تصريح يوم لأيام صرحه لاعب اسطورة كبير داخل وخارج الملعب وقال يا نموت يا يفرح الجمهور يا نموت بالملعب يا يفرح الجمهور اسمع يا تاريخ صفق يا جمهور اسمع وشوف شتان شتان والله ما بينه بعد خسارة الاتحاد أيضا أمام الفيحة وتذيل الترتيب نقطتين يخرج لنا لاعبين في الاتحاد ما يقولون يا نموت يا يفرح الجمهور لا هذا نور نور قمة سطورة لا يخرج من يقتل الحماس في نفوس اللاعبين ويجعل الأحباط في نفوس الجماهير وكل من يحب لدي ما شفت أغبة يعني منها التصريح هذا ولا هناك تصريح كوميدي ومضحك نفسه والله أغبة تصريح اللاعب مر في التاريخ حنا نعمل كل شيء لكن هناك لعنة في الفريق يعني حنا منحوسين لعنة طاردنا مكتفين اعذروننا طيب تدرون شو المعنات للكلام هذا أن اليأس تمكن من اللاعبين تصريح هذا يقول لواحد من الجمهور يقول لواحد بتويتر يقول لعب الفريق يعني كارثة يعني واحد من المقاتلين يقول حنا أصابتنا لعنة يجمع عذروننا شو السالفة في أغبة من هالتصريح غير عقلاني أبد يعني حقيقة والله اللي بزعل كيفه هذا تصريح لعب محترف هذا احترافكم والله يجمع لازم المحترف يثقفون أول والله يجمع تعذر احتراف مو بس اللعب وركضوا هذا لا يثقفون يعلمونا شون شون يعني تكون عندها ثقافة تصريح هذا يعني خلاص مبروك الاتحاد رجع ثانية لأننا ما راح نقدر يا جماعة لأننا مكتفين ملحوسين ملعونين في لعنة باردنا ما نقدر شون كلام اللي قاعد تقوله هذا يحاسب عليه بس يقسم بالله أنا مصدوم والله يا جماعة والله العظيم يعني قمة السلبية قمة الحباط قمة الاستسلام يعني حنا ترى استسلمنا خلاص ما دام تمكن منكم استسلم تأجل ما لكم طب ألا نجيب واحد يقرأ عليكم ولا 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 بخور وشغل الشعوذة هذه ولا شين سوي ايه والله تذبح ذباية عند نادي ولا شا الكلام اللي تقولون لعنة ومدرشين هاي ثقافتكم هذا اعترافكم شذين انتم محترفين والله حرام أنا بس والله طرع على بالي الآن يعني شخص أنا معجب في ثقافته معجب هذا يعني ثقافة لا حدود لها مثقف لأبعد الحدود أتمنى والله الآن بس سامي الجابر أسأل سامي الجابر على التصريحة يعني ما أقوله ممكن سامي الجابر يصرح نس التصريح بس ساهل شنو شكعد تقول يبقى فريق الاتحاد سيء فريق لا روح لا لون لا طعم لا قتال لا جماعية لا جملة تكتكية لا فرص معققة فريق سيء من الحراسة سيئين جدا المدافعين يا الله كوارث حدث ولا حرج النص سهل اختراق النص اللي تزعلون منها لأن الحقيقة دائما يعني الحقيقة مرة لكنها تزعجكم هذه الكلمة نعم فهد الأنصاري والله كان ساتر على الفريق بالنص والله قدم دور يعني والله ظلمته والله فهد ساتر عليكم لكن لا تابعون واحد وشم وكذا وهذا يلا هذا ما جنته يداكم يلا اختراقات من العمق ماشي ماشي واحد يتمشى عليكم يتمشى على شنو لا ويقول نفسه مثل ما نتغبل الفوز لازم تغبل خسارة يا مستحيل والله مستحيل مستحيل لا لا تخفوه متى فيست متى فيست عشان تغبل الخسارة من أول موسم خسارة 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 أضعت مجد تاري نور وكتيبت اللي ترعب أي فريق الفريق اللي حسر على السوية مرتين الفريق اللي خسر في جدة ثلاثة واحد وراح هناك وشوفوا تصريح تكر يا جماعة قال لازم نحن نأخذها ما في مجال راح وجاب البطولة خمسة صفر فريق اللي تعاضل مع مدريد في بدريد جماعة اتحاد هذا يعني شبح الاتحاد قسما بالله حتى يعني ما في ما في لاعبين لاعبين جدا عاديين والله جدا عاديين لاعبين محليين جدا عاديين غريب فريق غريب لا مدرب لاهم الإدارة لاعبين يعني ما هو شكل فريق أصلا يا جماعة ذي الترتيب نكتتين والله النكتتين ما تستحقونها أنا تابعت والله كل المباريات ما تستحقون النكتتين ما في فريق ما في المستوى تقولوا لي لعنة لا والله الانتوى الردى فيكم أي والله اللاعبين ما هذا روح الاتحاد هذا فريق الاتحاد صريح هذه تدل على أن يعني يعكس حال الفريق بالروح الانهزامية الاتحاد الروح الانهزامية الاتحاد عندها الروح الانهزامية السالفة حرام الله العظيم لكن يعني كل زمان دولة ورجال تصريح يجب أن يحاسم شوفو لكم صرف على التصريح هذا شوفو لكم لأن اليأس الآن خلاص أنت وصلت إلى صورة الجماهير أنت راح أننا محبوطين أي والله شي يعني أو لا تطلعون لا تصرحون المعرف يعني ما عنده ثقافة لا يصرح قل الغاتل قل ما استسلم قل حنا فيها يا جمهور جايكم الخير يعني لعنة ردى في اللعبين لعنة كوارث في خط الدفاع والحراسة يقول لي لعنة الله عنكم حسافة والله والله حسافة والله العظيم أنا أتكلم لأن لأن أصدقائي والله والله العظيم وأحبهم وأغليهم نور وأسامة ومبروك ويعني والعيال مجدة بحس أشي أقول لكم بعد قل سبب الله حرام عليكم والله حرام عليكم تصريح يعتبر أسوأ تصريح في كرة الغدم في تاريخ كرة الغدم سغل الله زمانك يا نور وربعك شكرا لكم شكرا لكم